ضمن استراتيجية الإدارة الأمريكية للقضاء على تنظيم الدولة في كل من سوريا والعراق مقترحات أمريكية جديدة لزيادة عدد قواتها في سوريا قيل إنها لاستعادة مدينة الرقة معقل التنظيم الرئيس في البلاد مقترح ربما يأتي في خطوة تشير إلى إدراك متزايد بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يمتلك كما يرى البعض استراتيجية ناجحة للقضاء على تنظيم الدولة الأمر الذي دفع بالأخير إلى اكتساب المزيد من القوة على الأرض ويبدو ذلك واضحا من خلال سيطرته على عدة نقاط ومحاور استراتيجية في سوريا فخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون العسكرية التابعة للكونغرس الجنرال ويد أوستين قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي أكد أن وجود قوات أمريكية إضافية على الأرض سيرفع من مستوى القدرات على جمع المعلومات الاستخباراتية بالإضافة إلى تقديم المشورة والمساعدة رافضا في الوقت ذاته تقديم المزيد من التفاصيل حول عدد القوات الإضافية التي اقترحها تصريحات أوستين تزامنت مع حديث قائد العمليات الخاصة الجنرال جوزيف فوتل خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ التي قال خلالها أن التحالف الدولي لديه استراتيجية للذهب إلى الرقة وعزلها لكن التحالف لا يخطط حاليا لاستعادة تلك المدينة أو السيطرة عليها أوستين طالب مجددا بإحياء برنامج تدريب المعارضة السورية المعتدلة لقتال تنظيم الدولة وفي هذا الإطار نعود للخلف قليلا وبالتحديد فيما يخص المقترح الأمريكي لتدريب المعارضة المعتدلة عندما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتدريبهم على مهام الأمن لحماية المناطق المحيطة بهم ودفاع عن المناطق التي سيتم تحريرها من قفضة التنظيم إلا أن المشروع عان من الكثير من نقاط الضعف وبالأخير وصل إلى نتيجة الفشل سيناريو لإدارة الأمريكية هذا يذكرنا أيضا بتشتت التحالف الدولي في العراق عندما أمن غطاء جوي لميليشيات الحشد الشعبي لدخول مناطق السنة علما أنه كان حريصا حسب التصريحات على أن لا يدعمها مباشرة لا بل كان قادته يقولون بأن أي مشاركة للحشد ستمنع مشاركة التحالف سيناريو ربما يتكرر لصالح وحدات الحماية الكردية المدعومة أصلا من روسيا وأمريكا معا وقد يتكرر لصالح نظام الأسد الذي كان يطبل في الأيام الماضية لمعركة الرقة بينما هو يبعد عن أسوارها مئات الكيلومترات